في العهد القديم موسى طبعا الله بعث له المن والسلوى اللحم والنبي أليشع أشبع مئة رجل من عشرين رغيف والنبي إليا طبعا كان بياكل من الغربان اللي بتجيب له الخبز واللحم كل يوم لكن هذه المعجزة معجزة خارقة جدا الناس كانت بتتبع يسوع في كل مكان ومشيوا مسافة طويلة وعدة أيام والتلاميذ قالوا للمسيح أن يصرف الجموع قال يسوع أعطوهم ليأكلوا فالنتيجة طبعا أنه صعب واستحال أن يشبعوا كل هذه الآلاف فطلب المسيح أن الشعب يجلس وأنه يتنظموا من خلال مجموعات وصفوف وفعلا الرب يسوع أخذ من الغلام خمسة أرغفة شعير يعني خبز الفقراء وسمكتين وصلى وشكر وبعدين لما ابتدأ التلاميذ يقدموا الخبز والسمك أشبعوا آلاف مؤلفة إذا كان في خمسة ألاف رجل يعني إذا أردنا أنه نحصي النساء مع الأولاد ممكن العدد يصل إلى عشرين ألف شخص الرب أشبع الجميع وزاد إطنعشر قفة والرب يسوع طلب أنه يجمعوا الكسر والكسر كانوا إطنعشر قفة وكأنه المسيح يقول أنا مش بس قادر أنه أشبع عشرين ألف شخص أنا قادر أشبع أصباط إسرائيل الأثنية عشر مع الجذير بالذكر أن هذه المعجزة حدثت شايفين خلف الجبل في منطقة تسمى الطابغة هناك حدثت معجزة تكثير الخبز وفيها كنيسة بعود تاريخها إلى القرن الرابع أرضيتها من الفساء فساء الجميل جدا واحدة من الاكتشافات الحلوة تحت الهيكل اكتشفوا صخرة وين المسيح صلى شكر وبارك الخبزات والسمكات وأيضا اكتشفوا فسيفسة مزايك مرسوم عليها الأرغفة والسمك بعود تاريخها من القرن الخامس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة